أجرى الرئيس عبدالفتاح سيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الروسي بلادمر بوتين للتهنئة بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول سبل تعزيز أطر التعاون المشترك على شتى الأصعدة فضلاً عن الأوضاع الدولية والإقليمية وخاصة الوضع في قطاع غزة مشيراً إلى أن الرئيس سيسي استعرض جهود مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وثمن الموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية ومن جانب حرص الرئيس بوتين على الإشادة بالجهود المصرية المتواصلة على المسارين السياسي والإنساني مؤكداً توافق الرؤى بين البلدين بشأن أهمية وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وأولوية حل دولتين لاستعادة السلم والأمن بالمنطقة